يجيني المستشار الأممي الخاص لشؤون النازحين ويتكلم شنس ما هو روبيرت بايبر ويتكلم عن النزوح الداخلي عطوني يا شباب لنسيرة الرابعة الله يرضى عليكم أكدت الأمم المتحدة أن ليبيا أحرز تقدما بنسبة 80% لحل مشكلة النزوح الداخلي منذ أواخر 2020 وقال المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي روبيرت بايبر الذي زار طرابلس وبنغازي موخرا أن السلطات الليبية تمكنت من توطين معظم النازحين بعد اتفاق وقف طلاق النار في أكتوبر 2020 وشار المستشار الأممي إلى أن ليبيا اتخذت جملة من التدابير منها تعزيز الاندماج الاجتماعي وإعادة الأعمار في المناطق المتضررة من النزاع وإزالة العقبات القانونية والإدارية وضمان إدراج النازحين في أنظمة الحبانية الاجتماعية الوطنية ولفت المتحدة لأنه ما يزال واحد فقط من كل خمسة في حالة نزوح وهناك خطط قائمة لإيجاد حلول لجميع الأشخاص الذين ما زالوا النازحين ناقلة من مجتمعاتهم ناقلة عن المنظمة الدولية للهجرة من خفاض عدد النازحين من 316 ألف في أكتوبر 2020 إلى نحو 50 ألف لا يزالون بحاجة إلى جهد كبير كلام كلام كذب وكلام يدل على الانحطاط الأخلاقي للسياسة الغربية لأن لا يهمهم الاستقرار في ليبيا ولا يهمهم النازحين قالك من 360 ألف إلى 50 ألف سمعتوشي أو البيانة أمامكم تكلم علي حفتر ما هي أسباب النزوح أو طوبنجو المفروض أسباب النزوح أهلنا في الجنوب هي العصابات التشادية وتوابحها بكل وضوح سمعتوشي ذكرها هي الوجود الفرنسي في الجنوب ومحاولة فرنسا السيطرة على الجنوب وزعزعتها من الجنوب شفتوهاش في التقرير أبدا سمعتوش أن أهل المنطقة الشرقية والنازحين من المنطقة الشرقية من الدرنة والبيضة وبنغازي وجدابيا ولا حرف على هذه المدن لو ليش أنا ابديت لكم في الإخفاق الأخلاقي وجدت لكم عليه بباتيلي اللي بنوليه لتوا وهذا المبعوث الأممي لشون النازحين المعني بحلول النازحين أو بحلول النزوح تكلمش على عمليات التصفية والقتل وتهجير العلماء وتهجير الشيابين والعزايز والسيطرة على بيوتهم أبدا هذا أمامكم الكلام كله هل هؤلاء لديهم درة من أخلاق في الموضوع واضح لكن كلام إن شائي لا يسمن ولا يغني من جوع ولذا من يظن شوفوا أنا قلت لكم أيام تورغة يذكرها بالاسم ولقاءات بالعائلات ويذكروا واني عندي منها نسخ كلها رول التاريخ ويذكروا في مخيم طريق المطار ومخيم الفلاح اندلح حريق بسبب مش عارف ماس كهربائي في مخيم الفلاح قامت الدنيا ولم تقعد والأمم المتحدة تكتب في تقارير يومية والمغفلين يظنوا أنه واجعينهم أهل تورغة احنا لي واجعيننا أهل تورغة لكن الحق للأسف ما يبي حد الآن قلت لك يذكروا في مخيم الفلاح ومخيم طريق المطار وصفتهم وتصوير ويمشوا اللي بنغازي يصوروا ومخيم في بنوليد وقصة المهم وبعدين داروا لهم مخيم في الصحراء يا رجل حاجة من أغرب ما يكون اليوم مهجري المنطقة الشرقية لأن المهجرهم حفتر مستحيل يذكروا بنغازي ولا يذكروا حفتر ولا يذكروا عصابات حفتر أو يذكروا الأطفال ولا يا باب المالحة أو أمامكم الكلام شيء يراه الإنسان الذي يملق درة من عقل يأثر فيه الموقف هذا وأنا دائما أخاطب العقلاء لا أخاطب التافهين لأن التافهين سيظل تافهين ترجمة نانسي قنقر